خليني أسألك هاخد فايدة فايدة من الفوائد دي وأبتدي أفهمها من حضرتك الفوائد البدنية حركة ذكرت القلب ممكن نقول إزاي بتأثر على الدورة الدموية وإزاي بتأثر على الصحة العامة للإنسان اعمل لي تشريح كده يعني وطبعا رياضة الدراجات هي رياضة العنصر الأساسي فيها التحمل الدوري التنفسي فأنا كل اعتمادي بيبقى على الرئتين وعلى القلب والقلب طبعا بينعكس على الأوعية الدموية للجسم فبالتالي لما أنا ببدأ أتضرب بيبدأ عضلة القلب تتحسن نشاطها لإنها ببدأ يتحرك النبض بتاعي بيبقى نبض سريع جدا فبالتالي بيحسن الجهد اللي وقع على القلب في وقت الراحة كمان وقد ربزل أي مجهود عادي في أي وقت طبعا لإن الدراجة بيقابلك فيها بعض الصعوبات إنه بيبقى الهوى في الوش فده طبعا بيأثر عليك شوية بيحتاج مجهود أكتر أو بيقابلك مرتفع أو مطلع أو كبري بتمشي عليه فطبعا ده بيزود عدد ضربات القلب فبعد كده هوت بتلاقي حضاك بيبدأ التحسن في الأوعية الدموية طبعا الدورة الدموية بتمشي بطريقة أسرع فبيحسن عضلة القلب شوية بيخليها فيها مرونة أكتر طبعا بيشيل طبعا الوزن الزايد بالنسبة لجسم الإنسان بيشيل بيفقد الدهون يعني ده وسيلة تخسيس ببلاج بدل ما بروح ندفع فلوس عند الدكاترة والكلام وآمنة ما فيهاش أي حاجة بتشيل الدهون الضارة والكلسترول فبالتالي بتعمل تحسين للصحة طبعا بالنسبة للرقاتين بيزداد الحد الأقصى لاستغلاج الأكسجين للإنسان بتزداد السعر الرقوية بيبقى يقدر يتنفس كويس في المجهود العالي يقدر يطلع سلم يقدر يمارس النشاط بتاعه ترجمة نانسي قنقر